هل أنت تعبين؟ هل عندك الطاقة اللازمة لشغلك ودراستك وعائلتك وأصدقائك؟ هل صعب عليك النهود من السرير لتبدأ يومك؟ هل بتنصب بالعين بعد الظهر وبتضطر أنك تاخد أيلولة؟ بحب اليوم شارك معك كيف غير الله حياته من حياة الكسل والخمول لحياة تنبط بالحيوية فيه الله يعمل معك ذات الشيء وقتا كنت بالصف السابع كانت فترة حزينة بحياتي كان أمي وبين مجغولين كتير بالشغل وتركت أختي الكبيرة البيت لتلتحق بالمدرسة بمدينة تانية كنت أرجع على البيت من المدرسة كل يوم لأحضر تلفزيون للساعات من تون توقف وقتا كنت أحدى التلفزيون كنت أكل قطع جبنة كياس من البطاطا المقلية يلي كنت لقيها بالمطبخ كان هيدا الشي روتينة كل يوم على مدة أشهر كنت خايفة كتير وما كان عندي طاقة وما كانت سعيدة لاحظ بيه وهو طبيب وضعي وما عجبه فقرروا أنه بيه وبعض المرشدين يلي بينوثق فيهم أنه يعطوني بعض النصايح يلي كنت بأمس الحاجة إليه يلي حولت حياتي من حياة الخمول لحياة مليانة بالطاقة أولا نصحوني خفف من المدة يلي بقضية على التلفزيون والكمبيوتر وقت عملت مثل ما نصحوني صار عقلي صافي أكتر وبدل ما يكون مشلولة بسبب التلفزيون كان عندي رغبة أن نقوم بالأنشطة في الخارج ومع أشخاص تانيا تانيا نصحوني بتناول طعام أكتر فايدة من قطع الجبن أو التشيبس الشي اللي كان يخلييني أشعر بالطعام بدل من هالأكل نصحوني أكل أطعمة صحية مثل الفواكة والخضرة والمكسرات والفاصولية يلي بتغذي صحته وبترفع من مستوى طاقته ثالثا نصحوني نام بكير عرفت أنه كل ما رحت على الفرشة بوقت أبكر كل ما كان أسهل من أنه غادر السرير بالصباح تاني نهار رابعا قالولي أنه بحاجة لأشرب كتير من الماء لأن الجسم بيتكون أولا من الماء وليكون عندنا طاقة جديدة يوميا لازم نزود جسمنا بالماء وهيدا الشي بيحسن مزاجنا بيجعل الدماغ يشتغل بصفاء أكتر وبيعطينا طاقة أكتر خامسا قالولي أني بحاجة للحركة كنت بحاجة للعب مع أطفال تانيين لممارسة الرياضة وتحريك جسمي تعلمت أنه إذا تحركت ومشيت ومارست الرياضة رح يصير عندي طاقة أكبر طوال النهار فتحسنت حالتي المزاجية وكمان تحسن أدائي بالمدرسة صرت إنجز واجباتي المنزلية بصرعة أكتر ساعدنا تطبيق كل المعلومات يلي ذكرت قبل شوي أنه انتقل من حالة الخمول والكقابة لحياة أفضل بكتير صرت اظهر من البيت أكتر من قبل بكتير وتفعلت مع عائلتي ورفقاتي شعرت بيتحسن كبير وبعدنا لهلأ بشعر بيتحسن يوم بعد يوم من السهل بعالمنا اليوم أنه يشعر الإنسان بالخمول ويكون بلطاقة بسبب التلفزيون أجهزة الكمبيوتر والهواتف الزكية وكمية المعلومات الهائلة اللي بتوفلنا إياها هالتقانيات صرنا منفصلين أكتر عن العالم الحقيقي وكمان صرنا نعيش حياة افتراضية كمان مشاهدة التلفزيون وكل هالدعايات عن الوجبات السريعة وغير الصحية بتخلينا نشتهي هالنعم الأكد أنا شبهم أكدة إنك مرأت بتجربة بتشبه تجربتك كل واحد منا ممكن يمرق بفترة خمول بحياته شاركنا أختي بارك ما نحب نشارك معك تفاصيل النصايح يلي حكينا عنا قبل شوي مثل ما استخدم الله أم يبي والمرشدين اللي يستعدوني عيش حياة أكتر طاقة معنا عراف إنه الله في استخدم هالمعلومات يلي شاركتها معك ليبارك حياتك كمان الجلوس لوحدك طول النهار قدام شاشة الكمبيوتر ممكن يستانس فاك ولكن تحريك أجسامنا وشرب لكتير من الماء وأكل طعام صحي والتواصل مع الآخرين النوم الجيد فهو بيمنح المزيد من النشاط إذا كنت تقوم بهالأشياء فأكيد حياتك أكتر عطاء اظهار اليوم من حياة الخمول لحياة الطاقة ما تنسى تشترك بصفحتنا على اليوتيوب ليوصلك كل جديد اضغط على زر الإشعار أو نوتيفيكيشن ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر